السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا طلابنا الأعزاء طلاب الصف الحادي عشر ودرس جديد من دروس الفيزياء بعنوان طاقة الوضع التجاذبية أعزائي الطلاب بداية نتعرف على أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يعرف طاقة الوضع التجاذبية بدقة يذكر قانون طاقة الوضع التجاذبية بشكل صحيح يذكر العلاقة بين الشغل المبذول على جسم وطاقة الوضع التجاذبية له وأخيرا يطبق على طاقة الوضع التجاذبية بحل مسائل حسابية بدون أخطاء بداية أعزائي الطلاب نجد أن هذا الولد يقفز من أعلى صخرة ليسقط في الماء وعند سقوطه في الماء نجد أنه لديه طاقة حركية كبيرة من أين اكتسب هذه الطاقة؟ نعم اكتسب هذه الطاقة بسبب اختزان طاقة في جسمه نتيجة لموقعه أعلى هذه الصخرة بسبب ارتفاعه وسوف نتكلم عن هذه الطاقة في درس اليوم هذه الطاقة هي طاقة الوضع التجاذبية وهي طاقة ناتجة من موقع جسم معين موضوع في مجال جاذبية موقع أي مكان أي ارتفاع بالنسبة لمجال جاذبية أو بالنسبة لمصدر هذا المجال أو هي طاقة يختزنها الجسم بسبب موضعه أيضا بسبب مكانه ويرمز لهذه الطاقة بالرمز EP وهي طاقة الوضع وتساوي MGH حيث M هي الكتلة وEP هي طاقة الوضع وتقاس بوحدة الجول وH هي الارتفاع ويقاس بالمتر وG هي شدة مجال جاذبية وتقاس بنيوتن لكل كيلو جرام أو كما تعلمون أنها تقاس بوحدة متر برساكن تربيع فهتان الوحدتان متكافئتان وعندما يطلب التغير في طاقة الوضع التغير نرمز له بالرمز دلتا AB يساوي MG دلتا H حيث دلتا H هي H2-H1 على حسب حركة الجسم ونجد أعزاء الطلاب أنه إذا كان الجسم على ارتفاع معين فإن لديه طاقة وضع معينة وكلما زاد الارتفاع زادت هذه الطاقة أيضا يمكن أن تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركية وذلك عند سقوط الجسم تحت تأثير الجاذبية نحو الأسفل ما العوامل التي تعتمد عليها طاقة الوضع التجاذبية؟ من خلال القانون أعزاء الطلاب نجد أن طاقة الوضع تساوي حاصل ضرب الكتلة في الجاذبية في الارتفاع إذن فهي تعتمد على كتلة الجسم إذا كان لدينا كتلتين مختلفتين فالكتلة الأكبر لها طاقة وضع أكبر كلما زادت الكتلة زادت طاقة الوضع أيضا إذا اختلفت الجاذبية من كوكب إلى كوكب كلما زادت الجاذبية زادت أيضا طاقة الوضع وكذلك كلما زاد الارتفاع وهو أهم هذه العوامل تزداد طاقة الوضع ولكن أعزاء الطلاب إذا كنا على سطح الأرض والكتلة ثابتة والجاذبية ثابتة فإن العامل المهم في زيادة أو نقصان طاقة الوضع هو الارتفاع فنجد أن طاقة الوضع تتناسب طرديا مع الكتلة كلما زادت الكتلة زادت طاقة الوضع فهي علاقة خطية أيضا كلما زادت الجاذبية على حسب الكوكب من كوكب لآخر تزداد طاقة الوضع فهي أيضا علاقة خطية كذلك كلما زاد الارتفاع زادت طاقة الوضع فهي علاقة خطية أيضا الشغل وطاقة الوضع التجاذبية إذا سقطت كرة من ارتفاع معين فإنها تفقد طاقة وضع أيضا إذا قمنا برفع هذه الكرة من نقطة إلى ارتفاع معين فإنها تكتسب طاقة وضع ونحتاج إلى بذل شغل كي ننقلها من هذه النقطة إلى هذا الارتفاع ولكن هل يختلف مقدار الشغل المبذول أو مقدار طاقة الوضع المختزنة بها إذا تغير شكل المصار إذا أخذنا هذا المصار A أو المصار B أو المصار المتعرج C لم تختلف بالطبع لأنها تعتمد على البعد الرأسي أو المسافة الرأسية بين النقطة التي كمنا بحركة الكرة منها إلى الارتفاع الذي وصلنا إليه دون الأخذ في الاعتبار هذا المصار عندما ترتفع هذه الكتلة فإنك تبذل شغل هذا الشغل يساوي حاصل ضرب القوة مضروبا في الإزاحة القوة هي عبارة عن MG والإزاحة الرأسية هي عبارة عن H بغض النظر عن المصار الحقيقي الذي يسلكه الجسم أثناء ارتفاعه ولكن الشغل المبذول من قوة الجاذبية على الكرة هل يساوي نفس الشيء؟ نعم ولكن في عكس الاتجاه فيكون W equal minus MGH عزيز الطالب أثناء رفعك للكرة فإن القوة التي تحرك بها الكرة لأعلى والإزاحة التي ترفع بها تكون لأعلى فهي في نفس اتجاه القوة فبالتالي يكون الشغل موجب ولكن الجاذبية تسحب لأسفل وأنت تحرك نحو الأعلى فيكون الشغل في هذه الحالة شغل سالب في الوزن لا يعتمد على المصار المتبع بين نقطتي البداية والنهاية ولكن يعتمد على البعد الرأسي بينهما الإطار المرجعي إذا سقطت الكرة من يد الشخص إلى هذا المستوى فإننا نقوم بحسابة طاقة الوضع خلال هذا الارتفاع ويسمى هذا المستوى عند قدم الشخص إطار مرجعي وتكون طاقة الوضع فيه بصفر أيضا قد نختار سطح الأرض هو إطار مرجعي وطاقة الوضع عنده تساوي صفر وذلك إذا سقطت كرة من هذا الارتفاع إلى سطح الأرض ويكون الارتفاع الذي نحسب به طاقة الوضع هو H2 قد نختار إطارا مرجعيا أسفل سطح الأرض في حفرة ما ويكون الارتفاع هو البعد الرأسي من نقطة السقوط وحتى قاع هذه الحفرة عزيز الطالب طاقة الوضع تعتمد على الإطار المرجعي وهو القيمة السفرية لطاقة الوضع فتكون طاقة الوضع عنده تساوي صفر والذي من خلاله يجري قياسها ونلاحظ أن اختيار الإطار المرجعي هو اختيار حر لأن ما يهم هو مقدار التغير في طاقة الوضع كم تغيرت طاقة الوضع عند سقوطها من نقطة ما إلى الإطار المرجعي سواء كان الإطار المرجعي سطح الأرض أو نقطة فوق سطح الأرض أو أسفل سطح الأرض أسئلة وتدريبات سؤال أربعة بالكتاب المدرسي صفحة 114 إذا اقتطعنا من صندوق نصف كتلته وقمنا برفعه إلى ارتفاع أربعة أمثال حيث يصبح الارتفاع 4H ولكن الكتلة تصبح نصف أم فهل تتغير طاقة الوضع؟ اظهر حساباتك لتشهرح إجابتك طبعا لا نستطيع أن نحكم هل تتغير أم لا قبل الحسابات نقوم بكتابة قانون طاقة الوضع EP equal MGH ثم بالتعويض عن الكتلة نصف M الجي نفسي ما هي؟ الارتفاع 4H وبضرب الأرقام نصف ضرب أربعة equal 2 فنجد أن طاقة الوضع تصبح 2MGH إذن فهي تزداد لضعف ما كانت عليه سؤال آخر بالكتاب المدرسي رقم 7 صفحة 141 يقوم عامل الميناء بدفع عربة كتلتها 50 كيلو جرام إلى ارتفاع واحد متر إذن هذه الكتلة نرمز لها بالرمز M والارتفاع نرمز له بالرمز H على طول مصار يبلغ 3 متر كم سيكون مقدار الشغل المبذول في هذه الحالة إذا أهملنا قوى الاحتكاك؟ عزي الطالب إذا رفعنا جسمي لأعلى ارتفاع معين فإن الشغل المبذول في هذه الحالة عبارة عن طاقة وضع فنقوم بكتابة قانون طاقة الوضع EP equal MGH لنضع تصور لهذا السؤال نجد أن عامل الميناء يدفع هذا الجسم أو عربة التسوق أعلى مستوى مائل ارتفاعه 1 متر وطول المصار على المستوى المائل 3 متر إذا أردنا أن نعود في القانون فإننا نقوم بالتعويض بالارتفاع الرأسي وهو 1 متر إذن EP equal M50 ضرب 9.8 فتكون الإجابة 490 جول ننتقل إلى سؤال آخر رقم 8 بالكتاب المدرسي صفحة 141 يقف أحمد على قمة مبنى ارتفاعه H حاملا بيده كرة بولنغ كتلتها M قام ماز بإحداث حفرة عمقها 2 متر قرب أسفل المبنى كم ستكون طاقة الوضع التجاذبية لكرة البولنغ بالنسبة إلى قاع الحفرة أصبح قاع الحفرة هو مستوى الإسناد فنختار H أعلى قاع الحفرة بمعنى أن الارتفاع الرأسي من أعلى المبنى إلى قاع الحفرة يكون 10 بلس عمق الحفرة equal 12 متر ثم نقوم بكتابة قانون طاقة الوضع وبالتعويض نجد أن طاقة الوضع تساوي 823.2 جول ننتقل إلى سؤال آخر إذا بذل شغل مقداره 20 جول لرفع جسم كتلته 180 جرام فما هي المسافة الرأسية التي تحركها الجسم؟ إذن المطلوب H الارتفاع الرأسي لدينا الشغل المبذول لرفع الجسم هو طاقة الوضع بمعنى العشرين جول هذه هي EP والجسم كتلته 180 جرام نقوم بتحويل الجرام إلى كيلو جرام بالتقسيم على ألف فنجد أن الكتلة equal 0.18 كيلو جرام ثم نقوم بكتابة قانون طاقة الوضع التجاذبية وبالتعويض عن قيمة الكتلة والجاذبية لحساب الـ H فنجد أن H تساوي EP تقسيم MG نجد أن H تساوي 20 تقسيم 0.18 ضرب 10 فتكون الإجابة 11.1 متر سؤال آخر حدد العامل الذي تعتمد عليه طاقة الوضع لسيارة تصعد تلة على كوكب الأرض أعزائي الطلاب إذا كنا نعلم أن قانون طاقة الوضع EP equal MGH ولكن كتلة السيارة ثابتة والجاذبية ثابتة إذا فالعامل الذي تعتمد عليه طاقة الوضع طالما أننا على نفس الكوكب ونفس الجسم وهو السيارة فيكون الارتفاع هو هذا العامل وإلى هنا ننتهي من درس اليوم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة